بليغ أهلاً ماجي، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ والله إنت وزوءك والله كان نفسه راح حبيك النهاردة بس للأسف اليوم بدأ بدا مش لطيفة النهاردة بس؟ وانت أول لبارح كنت نايم على البورش الله، انت متبعاني بقى لو كنت عرفت وقتها كنت روحت لك وجبت لك معي عيش وحلاوة ده يبقى أحلى عيش وحلاوة في الدنيا طب مين يا رايب يا يحصل بس على الله ما يكونش بسبب البنت الجديدة اللي إنت خلتها وكسرت قلبها يا قاسي بنت إيه إنت هتتبلي علي؟ هتتبلي عليك ليه؟ اسمها ياسمين، صاحبة بنت أخوك جاءت لي واشتكت لي منك تبكي البلية نفس اللي حصل مع فريدة بنت الحونة ناقص ما عملتش حاجة والله أنا يعني كنت خايفة إنك تكون بوصل خطة العلاجية اللي أنا أدتها لك بس الغريبة اللي أنا مصدقاك فعلا ده اللي غايزني ده يوم تاريخي بقى يوم تاريخي عارفة لو كنت رايق كنت خطك واحتفلنا والله لا أجلها شوية بس شوفها تقول إيه لدكتور عبد العزيز آه دكتور عبد العزيز ما عليش هروح له عاضر ولا يهمك أنا عارفة إن الدنيا جاية عليك شوية اليومين دول ما فيهش حاجة يعني لو أنا قفت جنبك لا هم؟ لا 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 رب أعمل إيه بقى لا لا ده أكيد حل أكيد حل معقولة؟ تب أعمل إيه عشان أصدق إنه حقيق أحضنك ها؟ بليغ ما فيهش حاجة لو حضنتك ما فيهش حاجة بقولك إيه؟ بس بس اسمعي بس اسمعي أنا لو حضنتك هنعرف كمية بينا مش شعر لأ عشان ما نلبسش في حيطة بعد كده كاميا؟ بلا كاميا بلا فيزيا ما تتلمي بقولك والله ما فيها حاجة بليغ ما أصبحت بتلمي بليغ هم بص يا بني هي الحياة كده هونها تهون إن شاء الله تنام وتس حتلاقي كل حاجة بقت زي الفر الله كلام كل حكم يا حجة ما جي مش عايز تحكي للحجة ما جي أنا عايز أحكي بس الحجة أولا تلم أولا أولا ألمنا سكن بران أيوه إيه ده